فيلمنا بيبدأ في جامعة من جامعات تركية مع حفلة جامعية واللي بينظمها مجموعة طلبة من نفس الجامعة وبيكون عدد كبير من الطلبة حاضرين الحفلة ديهم واستمتعين بيها وبنشوف بنت اسمها هندي واللي بتكون مسؤولة عن نادي القرية وبتكون سايبة شغلها ومركزة مع ولد اسم اوتكو واللي بتبقى معجبة به من زمان لكنه مش بيبادلها نفس الشعور وبتفوق هندي على صوت بنتين وقفين جنبها هم بيتريعوا عن نادي بتاعها وعا الصورة اللي هي حطوها فبتبدأ هندي تتخانق معيهم وبتكون شايفة انهم مجرد طلبة فشلين وده لانهم ما يعرفوش اهم الكتاب المتخصصين في الاعمال الادبية واسناء ما هم بيتخانقوا بيسمعهم اوتكو وبيبدأ هو كمان يسخر من هندي فبتداء هندي جدا وبتجرع الحمام عشان تعيط وهناك بتفضل حبسة نفسها الوقت طويل لحد ما بيدخل ثلاث بنات للحمام واللي بيكون اسمهم أزرة وميليس وجانسو وبتقول مليس انها مش عارفة كانت هتعمل ايه لولا مساعدة أزرة ليها وده لانها ساعدتها توقع الولد اللي بتحبه عن طريق دروسه الخصية اللي بتدهالها ودلوقتي بقى هو كمان بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها فبتعجب هندي بالكلام اللي بيقولوه وبتبدأ انها تركز معيهم فبتقلق أزرة وبتطلب منها تواطي صوتها عشان محدش يسمعهم وبيبقوا فاكرين انهم لوحدهم في الحمام وعشان يطمنوا أكتر بتروح مليس تفتش الحمامات فبتتوتر هندي جدا وبتطلع ورقة من اللي معاها وبتكتب فيها ان الحمام ده خارج الخدمة عشان الصيانة وبترميها في الأرض وبتشوف مليس الورقة فبتطمن صحابها ان ما فيش حد غيرهم وبتقولهم يتكلموا براحتهم وبعدها بتاخد مليس راحتها في الكلام وبتقول ان أزرة اتصلت بعملت الكلها وانتحلت شخصية والدتها وكل ده عشان خطتهم تنجح فبتتحمس هندي جدا اللي بتسمعوا وبتحس ان دي فرصتها الوحيدة عشان كده بتستنهم يخرجوا وبعدها بتجرب سرعة على أزرة واللي بتكون رايحة تركب عربيتها عشان تمشي وبتقول هندي ان هي كمان عايزة دروس خصية زيهم ودلقناها بتحب قدكو جدا وعايزها وكمان يحبها فبتتخد أزرة وبتسألها يمين وعرفتها منين وفي الوقت ده بتضطر هندي تعترف بالحياة وبتقول انها كانت بتتنصت عليهم في الحمام عشان كده بتتدق أزرة منها وبتمشي وبتسيبها لكن في الطريق بتكتشف ان هندي ضحكت عليها ورجبت في العربية من وراء من غير ما تاخد بالها فبتتخد أزرة وبتركن على جنب وبعدها بتنزل من العربية وبتروح عشان تنزل هندي هي كمان لكن هندي بتقفل على نفسها العربية عشان تجبر أزرة تسمعها للآخر وبتقول هندي ان عمدت الكلية تبقى عمتها وبكده تكون أجبارة أزرة توافق تديلها دروس وده لانها لو ما وفقتش هندي هتحكي كل حاجة لعمتها واللي أكيد مش هتسيب أزرة في حالها بعد اللي هتعرفه وبتتصل هندي بعمتها عشان تهدد أزرة وفعلا بتنجح خطتها وبتوافق أزرة تعمل اللي هي عايزاية فبيروح الاتنين عند بيت أزرة وهناك بيتفاجئوا بساكن جديد اللي بيكون واخد الشقة اللي فوق أزرة على طول فبتضطر أزرة تركن عربيتها بيد عن البيت بسبب الزحمة وبعدها بيتفق أمه الاتنين يتقابلوا تاني يوم في شقة أزرة عشان يبدأوا تنفيذ خطتهم وبتوصل أزرة عند شقتها وبتكتشف إنه العمال سابوا العفش بتاع الساكن الجديد قدام بيتها فبتضطر إنها تطلع لشقة الساكن ده عشان تحل المشكلة وهناك بيعرفها الساكن الجديد على نفسه وبيقول لها إن اسمه بوروك وبيتعامل معها بجاحة وبيقول لها إنه مش هيقدر يشيل العفش دلوقتي فبتنزل أزرة لبيتها ويمتعصبة وبعد معاناة بتنجح هنا تدخل شقتها بسبب العفش لمركون برة وتاني يوم بتسحى أزرة من نومها على صوت دوشة جاية من عند بوروك وبتبقى مستغربة من صوت الضحك اللي طالع من عنده فبتشك إنه بيجيب ستات للبيت عشان يقضي معهم وقت وفي الوقت ده بتوصل هندي لعندها وبتكون متحمسة جدا لخطتهم لدرجة إنها بتجيب معها كتب عن فن الإغواء وإزاي توقع الرجالة في حبها توجه كلامها الأزرة وبتسألها ليه محدش من زمايلها بيعجب بيها وبيتعاملوا معها دايما كأناسة عجوزة وفي الوقت ده بيكون بوروك بيشتغل في بيته وبنكتشف إنه مصور فوتوغرافي وإن الستات اللي عنده دول بيكونوا عارضات أزياء جايين يتصوروا ومزاي ما هي كانت فاكرة وبتكون أزرة مش قادرة تركز مع هندي وده لإن الصوت الضحك اللي فوق مدقيقها عشان كده بتجيب عصايا وبتخبط لبورك على السقف عشان يوطوا صوتهم شوية وبعدها بتبدأ أزرة تركز مع هندي وبتكون شايفة إن أول حاجة لازم يعملوها هي إنهم يغيروا طريقة لبسها عشان تبقى أشيك وتقدر إنها تلفت نظر أودكو وبتعرف أزرة إن أودكو عامل حفلة في بيته بالليل وبتقول إن دي أول حاجة هيبدأوا فيها وبعدها بيروحوا سوا لبيت هندي عشان ينقوا حاجة تلبسها بالليل لكن أزرة بتتصدم لما بتلاقي زوقها في اللبس وحش وبتقولوا إنهم لازم يشتروا لبس جديد لكن الأول بتقترح أزرة إنهم يزوروا السيدة أولكر عامة هندي في مكتبها عشان يخنعوها إن هندي هتاخد معها درس خصوصي وبكده هيقدروا يقض وقت سوا براحتهم من غير ما أولكر تقلق عليها وبنعرف إن هندي حلمها تكون ممثلة كوميديية عشان كده بتقدم ستانداب كوميدي لكن عامتها بتكون مش حابة الموضوع ومعترض عليه وبتكون أزرة حتى خطة وهي إنها تلفت نظر أولكر بالكتب اللي معاها عشان تقنعها بنفسها كمدرسة وإنها أكيد هتفيد هندي في مساواة دراسي وفعلا بتنجح الخطة وبتوافق أولكر على فكرة الدروس الخصية وهي مبسوطة فبتستغل أزرة الفرصة وبتستأذنها إنهم هيتأخروا شوية بالليل وبعدها بتاخد هندي على المول وبتشتري لها كل هي محتاجات عشان تكون بنت جميلة وتقدر تلفت نظر الناس وبالليل بيروح لتنين سوى للحفلة وفعلا بيكون شكل هندي مختلف عن أي مرة خرجت فيها قبل كده وبيكون أوتكو هو المسؤول عن الدي جي وبيقول إن أكتر حد هيسكر في الحفلة هتكون هديته يا الطائل كبيرة واللي بيكون شكلها مميز فبتقرر هندي تشرب كتير عشان تكسب وتلفت نظره وفي الوقت ده بتكون أزرة مشغولة مع عملاء تانين عندها وبتعرف إيه أخبار مشاكلهم لحد ما بتتفاجئ بهندي اللي بتكون سكرت ومش وعية لتصرفاتها فبتخاف أزرة عليها جدا عشان كده بتقرر تاخدها لبيتها عشان تفوق قبل ما تروح لعميتها وبالصدفة بيكون بروك هو كمان لسه جاي من بره فبيساعدها وبيشيلوا هندي اللي بتكون سكرانة عشان يطلعوها لكن العمال بيكونوا لسه سايبين العفش قدام بيت أزرة عشان كده بيضطروا إنهم يطلعوا عند بروك في شاقته وده لإنهم مهما عملوا مش يعرفوا يدخلوا وفي الوقت ده بيحاولوا نوم يفوقوا هندي لكنها بتبقى لسه سكرانة وبتفضل تضحك وتتصرف بدون وعي فبياخدوها عند الشباك جايز الهواء يفوقها لكن بيتفاجئوا بمصيبة جديدة وإن السيدة أولكر تحت بيتهم فبتقول هندي وهي سكرانة ومش مستوعبة المصيبة إنها بعتت لها لأنوان وده لإن الوقت تأخر وكان لازم تروح فبتترعب أزرة من اللي ممكن يحصل لو السيدة أولكر قرفت حقيقتهم عشان كده بيقرروا يخبوا عنها الحقيقة فبتروح أزرة عشان تستقبلها أما بوراك فبيستغل إن هندي سكرانة وبيقنعها نوم هيلعبوا عشان كده بيخبيها في الدولاب وبيلبسوا باروكا من اللي عنده وبينامع الكنبة كأنه هندي فبتوصل أولكر لعندهم وبتصدق إن دي هندي وإنها راحت عليها نومها فبتطلب من أزرة تخليها تروح البيت أول ما تصحى وبعدها بتمشي وبكده تكون مشكلة أولكر يتحلت بفضل مساعدة بوراك ليهم فبتشكروا أزرة وبينزلوا لشاقتها وتانيهم بينزل أزرة وهندي عشان يفطروا بره مع بعض وبالرغم من عدم اقتناع أزرة بشخصية أودكو إلا إنها بتفضل تساعد هندي وتديها نصايح وبتنصح إنها ما تحاولش تلفت نظر حد وإنها تكون على طبيعتها وبس لكن هندي بتكون حافظة مش فاهمة عشان كده بتفضل تقلد أزرة في كل تصرفاتها وكمان بتسمع لكل النصايحها عن طريقة التعامل مع الرجالة زي إنها ما تتحكش كتير وما تبقاش طول الوقت ملهوفة عليه وبعدها بيروحوا سوى للملعب اللي بيتمرن فيه أودكو واللي بمجرد ما بيشوف هندي بشكلها الجديد بيعجب بيها ومن وقتها بيبقوا صحاب وبيقضوا وقت كبير سوى وفي نفس الفترة بتتطور علاقة بوراك وأزرة وبيحسوا إنهم معجبين ببعض وفي يوم بيكونوا قاعدين في شاقتها بيتكلموا فبيستغل بوراك الفرصة وبيعترف لها إن مش بتاع بنات ولا حاجة ولكن شغلته هي التصوير وعشان كده في بنات كتير بتجيلوا البيت وأثناء ما هم بيتكلموا بيتفاجئوا بهندي جايل عندهم وبتقول لأزرة إن أودكو طلب منها يخرجوا سوى عشان كده كذبت على عمتها وفاهمتها إنها رايحة تذكر عندها وبتترجى أزرة تساعدها لو أولكر اتصلت وتجدب وتقول إنها قاعدة عندها وبعد النقاشات كتير بتوافق أزرة وبتسيبها تخرج وبيلاحظ بوراك إنها قلقان عليها فبيقترح إنهم يروحوا وراها بالموتسيكل بتاعه عشان يطمنوا عليها وبيكتشفوا إن أودكو واخدها للجامعة وإنه بيدفع للأمن فلوس مقابل إنهم يقدوا صهرة جوه حوش الجامعة ويعملوا كل النفسهم فيه فبتقلق أزرة على هندي وبتنط وراهم الصور وبيفضلوا يدوروا عليهم لحد ما بيلقوهم عند حمام السباحة وهناك بيكون أصدقاء أودكو كلهم متجمعين وبيبقى كل واحد فيهم جاي بحبيبته وجاي يسهر معيها وبتكون أزرة عايزة تدخل وتروح تاخد هندي من وسطهم لكن بوراك بيبقى معطارد وبيشوف إن دي حاجة مهينة لهندي وسط زميلها فبيفضلوا وقفين يرقبوهم من بعيد وبعدها بشوهية بيشوفوا أودكو وبيقرب من هندي عشان يقلعها هدومها وتنزل مع حمام السباحة فبتتعصب أزرة من المنظر وبتقرر إنها تدخل عشان كده بتروح تاخد هندي من وسطهم ويامة عصبة عشان يروحوا سوا وتاني يوم بتكون أزرة قاعدة بتشتغل في الكافية وبالصدفة بتشوف بوراك معدي من قدام المحل فبيسلموا على بعض وبيتفقوا إنهم يتعاشوا سوا وبتقول أزرة إن عندها عميلة وأول ما تخلص معها تكلموا والحد دلوقتي بيكون بوراك مش عارف طبيعة شغلها لكنه مش بيسأل وبعدها بتروح أزرة لبيتها وهناك بتكون هندي قاعدة مستنياها وبتبقى لسه مش مقتنعة بكلام أزرة لها واللي بتكون شايفة إن قدكو بيحاول يستغلها مش أكتر وبتنصحها أزرة تتعرف عليه أكتر وبعدها تقرر إذا كانت عايزة تكمل معه ولا لا وأثناء ما هم بيتكلموا بيجي لهندي رسالة من قدكو بيطلب منها إنهم يتقابلوا فبتفرح هندي جدا ومع ذلك بترفض إنها تقول لأزرة الحقيقة وبتكذب عليها وبتقول لها إن كان نفسها تشتري كتاب معين وحاليا نازل عليه خاصمة ولازم تلحقه وبتصدقها أزرة وبتسيبها تمشي وفي الوقت ده بيروح ببراك لبيت أهله عشان يزورهم وهناك بيعرف إن أخت بهار عندها رحلة مدرسية لكن الأب والأم رفضين إنها تروح فبيتكلم ببراك معاهم وبيبقى شاف إن بهار ما بقتش صغيرة ولازم يخلوها تعتمد على نفسها وبعد النقاشات كتير بيقتنعوا لكن الأم بتطلب إنها تقابل المدرسة توتشي وبيقول براك ومتحمس إنهم ما يتعاشوا سوى النهاردة وبعدها بيسيب والده وبيدخل المطبخ عشان يساعد والدته في تحضير الأكل وبعدها بشوية بتوصل المدرسة توتشي للبيت وبنكتشف إن هي نفسها أزرة ولكن منتح لشخصة مدرسة عشان تقنى أهل بهار يسيبوها تخرج وفي الوقت اللي بيكون فيه براك في المطبخ بتستقبلها والدتهم وبتقنعها تتغدى معاهم وبيتصدم براك بعدها إن توتشي يا نفسها أزرة فبيتعصب جداً وبيرفض إن أخته تخرج من البيت دلوقتي وبالرغم من إنه مدى من أزرة إلا إنه مش بيرضى يفضحها قدام عيلته وبتكون العيلة كلها مستغربة اللي بيحصل وده لإن براك هو الأقنعهم يوافق ومع ذلك هو اللي رفض دلوقتي فبتحس أزرة بإحراجه وبتمشي لكن براك مش بيسيبها وبيصر إنه يخرج وراها عشان يتكلمه وبتكون أزرة مدىقة من نفسها ومع ذلك مش بتعترف بغلطتها لكنها بتتهم براك بالتأثير مع عيلته وعشان كده أخته اللاجئت لها هي وما فكرتش صارح حد فيهم وبيفضل براك يعيرها وبيكون شاف إنها مجرد واحدة بتتنكر عشان تخدع الأهالي وكل ده عشان الفلوس مش أكتر فبتدق أزرة من كلامه وبتمشي وهي منهارة وبيفضل براك ماشي وراها بالمتسيكل لحد ما بيوصلوا لعمرة بتاعتهم وهناك بيلقوا جارتهم الفضولية فتحة الباب كالعادة ومستنية تسمع أي محادسة ما بينهم فضلوا يتخنقوا لحد ما بتزهق جارتهم وبتدخل شاقتها وبعدها بشوية بتطلع الجارة العجوزة عند براك عشان تفهمه الحقيقة وبما إنها مورهاش حاجة غير التنصت على الجيران فبتبقى عارفة تقريبا كل حاجة عن أزرة وبتقول لبراك إنها مش بتساعد أخت بوهار في حاجة غلط ولكنها بس بتاخدها توديها دروس الرأس اللي بتحلم بيها وده لإن بوهار ما كانتش لقى أحد تشاركوا أحلامها ولا يشجعها تعمل النفسها فيه فبيدق براك من نفسه وبيتصل بخته عشان يعتذر لها وفي الوقت ده بتقرر بوهار إنها تصرح بمشاعرها وبتقولوا إن من يوم ما سابهم وقرر يعيش لوحده وهي حصة بالوحدة ومن وقتها ما فيش حد بيهتم بيها لأزرة اللي بقيت تعتبر أختها فبيدق براك من نفسه بعد ما ظلم أزرة عشان كده بيقرر ينزل يعتذر لها لكن في الوقت ده بيكون جيء الأزرة تليفون من عميلة عندها اسمها دوجو وبتطلب تقابلها وبيكون صوتها منهار فبتجري أزرة عشان تقابلها في كافية وهناك بتكتشف إن فيه شاب ضحك على دوجو وخلها تبعط له صورها وحالان بيهددها إنها لو ما بعطتلوش فلوس كتير هينشئوا الصور دي ويفضحها وبتكون دوجو خايفة على صمعتها وبتبقى خايفة كمان لحصة عليتها يعرفوا ويقتلوها فبتهديها أزرة وبتوعدها إنها تحل المشكلة وبعد تفكير كتير بتقرر أزرة إنها تستعين بواحدة من عاملاتها واللي بتكون هي جانسه وده لإنها خابرة في التكنولوجيا وبتقدر تعمل أي حاجة فبتطلب منها أزرة إنها تقتحم تليفون الشاب ده عن طريق رقمه وتحاول جانسه تنفذ المطلوب لكن بتكتشف إن الصور أصلا مش على موبايله وبعد محاولات كتير بتقدر تقتحم كاميرات البيت اللي هو ساكن فيه وبيكتشفوا نده بتقودكو وإن هو اللي بيعمل كده في البنات وبكده يكونوا عارفوا إزاي غاني وبيجيب الفلوس دي كلها فبتدق أزرة جدا وبتخاف على مشاعر هندي لما بتعرف إن حبيبها طلع نصاب وبيضحك على البنات عشان يستغلهم وبعدها بيقرروا إنهم يدوروا على أي جهاز موجود في البيت عن طريق الكاميرات جايزة الصور تكون عليه وأثناء ما هم بيدوروا بتقطع الكهرباء فجأة في بيت أزرة فبتروح عشان تشوف المشكلة فين لكنها بتلاقي بوراك عملها مفاجأ وبيبقى رابط حبل طويل قدام الباب عشان تمشي وراه فبتوصل أزرة لسطح البيت وبتكتشف إن بوراك بيحاول يصالحها عشان كده بيقام ولع شمع كتير ومحضر ترابيزة ليهم هما الاتنين وبيكون سايبلها ورقة بيطلب منها تشغل التلفزيون فبتلاقي أزرة بيجمع لها فيديو بصورها وبالرغم من انبساطها بالمفاجأة إلا إنها بتضطر تنزل وتسيبه ومجرد ما بيجي لها اتصال من جانسو بتبلغها إن فيه مصيبة جديدة حصلت فبتجري أزرة لشاقتها وبتكتشف إنه قدكو واخد هندي مع البيت فبتخاف أزرة على هندي جداً وبترن عليها عشان تحذرها لكن هندي بتكون مبسوطة باللي وصلت له وعشان كده مش بترضى ترد عليها فبتيجي لأزرة فكرة جديدة وهي إنها تدور على عنوان قدكو عشان تروح هناك بنفسها وتنقذها وبيكتشفوا إنه بعت العنوان قبل كده لدوجه وبعدها بتعرف جانسو إن قدكو حطت كاميرات كمان في قط النوم وبيشوفوا في الكاميرا قدكو بيحاول يقرب من هندي وعايز يبصها لكن في نفس الوقت هندي بتلاحظ حاجة غريبة فبتطلب من قدكو يجيب لها مياه على ما تتأكد وبعدها بتكتشف إنه مخبي كاميرا صغيرة في جهاز أبيض قدامها فبتتوتر هندي جداً وبعدها بتقوله إنها عايزة تروح الحمام وبتجري على هناك وبتصل بأزرة عشان تساعدها فبتقولها أزرة إنها شايفها من الحمام وده لإنه حطت كاميرا هناك برضو فبتكسر هندي الكاميرا وهي منهارة وبتطلب من أزرة تساعدها قبل ما يعمل فيها حاجة وبتبقى خايفة لحسن يكون حط لها حاجة في المياه فبتقولها أزرة تفضل حبسة نفسها في الحمام لحد ما هي تجيلها وبعدها بشوية بيحس قدكو إن هندي تأخرت فبيروح عشان يستعجلها لكن بيستغرب أكتر إنها مش بترد عليه فبيفتح الكاميرا اللي في الحمام عن طريق تليفونه وبمجرد ما بيلاقيها مفصولة بيفهم إن هندي كشفته فبتنهار هندي وبتقوله إنها كانت فاكرة معجب بيها بجد ما كانتش تعرف إنه بيتسلى بيها مش أكتر فبيحاول قدكو يبرر موقفه لكن هندي مش بتصدقه وأثناء ما هو بيحاول يفتح باب الحمام بيسمع صوت حد بيخبط على باب الشقة فبيسد باب الحمام بكرسي وده عشان هندي ما تحاولش تستنجد بالشخص اللي جاي لكن بيتصدم لما بيلاقي إن أزرى هي اللي على الباب وبيكون بوراكوة كمان جاي وراها بعد ما شافها نازلة تجري وهي مغدودة وبتجري أزرى عشان تطمن على هندي وتتأكد إنه مجاش جنبها أما بوراك فبيمسك قدكو بيفضل يضربه عشان يبطل يعمل كده مع أي بنت تانية وبعدها بتدور أزرى على أي جهاز كمبيوتر موجود في البيت وفعلا بتلاقي واحد واللي بيكونوا عليه صور وتسجيلات لدوجو وبنات غيرها كتير فبتمسح قدكا كل اللي على الجهاز وبعدها بتشاور لصحابها في الكاميرا عشان يطمنوا وبكده بتكون مشكلة دوجو هي كمان تحلت وبعدها بشوية بتوصل الشرطة على البيت واللي بيكونوا جايين يقبضوا على قدكو بتهم تتعدي على البنات وابتزازهم وبياخدوا هندي هي كمان معهم عشان ياخدوا أقوالها وبيتطوع بوراكو أزرى إنهم يروحوا معها ودلق إنهم بيبقوا خايفين عليها جدا وبيسألهم الشرطة عن صلة الأرابة فبيقول بوراكو وبيضحك إنهم المدرسين بتوعها وبالليل بيروح بوراكو أزرى على العمرة اللي ساكنين فيها وبيقرر كل واحد يصرح التاني بمشاعره وبعدها بيطلعوا لسطح البيت وبيقضوا اليوم سوا هم مبسوطين وبعد فترة بتحقق هندي حلمها وأخيرا بتقدم أول عرض ستندب كوميدي ومساعدة أزرى وتشجيعها وبكده تكون هندي حققت حلمها وبقاليها معجبين واللي بيطلبوا إنهم يتصوروا معها زي ما كانت بتتمنى من زمان فبتبرك لها عمتها أولكر واللي بتكون مبسوطة إن هندي ما سمعتش كلامها وأصر تحقق حلمها وفي آخر اليوم بتروح هندي عشان تشكر أزرى على كل اللي عملته معيها وبتقول إنه لولاها ما كانتش هتعرف قيمة نفسها ولا كانت هتمشي في طريق حلمها حتى لو اللي حواليها مش مقتنعين بيه الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سليم